فيديو النهاردة هيكون نموذج عملي لتطبيق كل اللي تعلمناه في كورس سي اليوتيوب اللي هو جزء من كورس يوتيوبيات اللي احنا ماشيين فيه فيديو فيديو لو ما كنت شفت الفيديوهات اللي فاتت ممكن تتابعها هتكون موجودة في صندوق الوصف وهتطلع في علامة الاي هنا حمشي خطوة خطوة في الفيديو بحيث ان انا وضح لك انا برفع الفيديو بتاعي ازاي بعمل الكلمات المفتاحية ازاي العنوان ازاي الوصف ازاي كل شيء هنشوفه ان شاء الله بشكل عملي بحيث انت تبقى عارف تطبق ازاي نفس الموضوع على القناة بتاعتك مع اختلاف فقط المجال اتمنى تشوف الفيديو من اول و الاخر لان فعلا فيديو هيكون مفيد جدا وهيعرفك امور ممكن تكون غايبة عنك اثناء ما انت بترفع الفيديو بتاعك وبتعمل السيو بتاعه لو انت متابع بالموضوع خليك معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم احمد ممدوح لا اول مرة تشوف القناة دي قناة بتهتمي بالتكنولوجيا وتطوير قناتك على اليوتيوب وادوات البزنس اونلاين ممكن تشترك معنا عشان احنا بنعمل سلاسل متصلة خاصة بالبزنس اونلاين وحاليا بنعمل سلسلة خاصة بكورس كامل اليوتيوب وان شاء الله مستقبلا هيبقى في حاجات خاصة بالأفليت ماركتينج وحاجات ان شاء الله هتعجبكم طيب بالنسبة لموضوع السيو خلينا دلوقتي نشوف انا عندي فيديو وعايز ارفعه هنمشي في الموضوع خطوة خطوة مع بعض ونشوف هنعمل ايه المفروض ان انت عملت منتاج الفيديو وما تقلقوش فيديوهات المونتاج والإيديتينج والتصوير كل الكلام ده جاي ان شاء الله في فيديوهات اللي جاية في الكورس بس احنا بنتعلم منصة اليوتيوب بنتعلم نتعامل معها ازاي وبعد كده صناعة المحتوى ان شاء الله حيكون له فيديوهات مخصصة واقفين على القناة بتاعتنا كده وعايزين نرفع الفيديو لو انت على الهاتف وكل الفيديوهات الكورس شرحة ازاي تدخل على ستوديو اليوتيوب من الهاتف انت بتدخل هنا لو انت على الكمبيوتر على الايكون بتاعت القناة بتاعتك وتضغط على ستوديو يوتيوب حيفتح معاك الستوديو بتاعة اليوتيوب طيب عايز تدخل انت من الهاتف بتعمل ايه بتضغط على الثلاث نقط دول وبتختار حاجة اسمها اصدار سطح المكتب ده طبعا لما تكون على الجوجل كروم بالهاتف بتاعك وبعد كده بيظهر معاك شكل الستوديو لو انت داخل على الستوديو او على القناة بتاعتك وداخل الستوديو بتاعك طيب دلوقتي احنا موجودين داخل الستوديو لو احنا بقى عايزين نرفع طبعا انت تقدر ترفع منبرة بس انا بحب دايما نكون داخل الستوديو لما بتضغط على انشاء هنا تضغط على تحميل الفيديوهات بيقولك هنا اختيار لو انت على الكمبيوتر تقدر ان انت تسحب الملف بتاع الفيديو اللي انت عايزه وتحطه هنا او حتى تعمل اختيار الملف وبعد كده تختاره من مكان اللي انت عايزه تمام بنشوف هنا كده ونضغط على open بيبدأ يحمل معنا الفيديو حسب سرعة الانترنت بتاعتك انا هسيب العنوان زي ما هو دلوقتي وبعد كده هنبدأ ندخل نغير في الكلام ده طيب انا الكلام ده جي منين الكلام ده انا كنت عامله اعدادات تلقائية في القناة بحيث ان انا كل فيديو اجي ارفعه يظهر معايا الحاجات دي وتحت هيكون السوشيال ميديا كمان موجودة بمعنى ان انت مش بحتاج تكتب الكلام ده كل مرة او تنسخه من الفيديو قديم هو موجود جاهز بالنسبة لك بنضغط على التالي طيب لو انت عندك ارباح في القناة انت بتختار اذا كان يتفعل الربح ولا لأ بتضغط على تفعيل وتم تمام وهنا الاعلانات اللي انت عايز تحددها سيبها زي ما هي لو هي مخترحة كلها زي ما احنا شايفين كده وبعدل بنضغط على التالي بيقولك انت عايزين تحقق من ملأمة الفيديو بتاعك للاعلانات ده طبعا اجراء طبيعي بيتعمل حضغط على لا شيء مما سبق تمام واضغط على ارسال تقييم لو انت متماشي مع سياسات اليوتيوب وما فيش مشكلة عندك هتعدل الخطوة دي بشكل بسيط بياخد تقريبا من 10 دقائق ل 20 دقيقة لحد ما يشاك على الفيديو بتاعك يقولك ان الفيديو اوكي طيب بعد كده الخطوة اللي بعد كده بضغط على التالي اقدر اضيف ترجمة اقدر اضيف شاشة نهاية اقدر اضيف البطاقة انا ما بعاملش الكلام ده انا برفع انا بعمله بعدين بضغط على التالي تمام وبعد كده اخر خطوة التالي وبختار الفيديو انا عامل ان هو اي فيديو ارفعه يبقى خاص عشان لو رفعت حاجة بالخطأ ما تدخلش وتظهر للمشتركين عندي فانا عامله خاص وانت ممكن تعمله غير مدرج الموضوع يرجعلك بس انا بفضل ان انا خلي الفيديو خاص وبعد كده بضغط على حفظ كده يبدأ الفيديو بتاعك يحمل بياخد شوية وقت خلي بالك انه لما بيحمل الفيديو بيحمل بجودة SD يعني جودة قليلة بعد شوية بيبدأ يحولها ال HD فانت لما تيجي ترفع الفيديو ما تعملوش عام على طول بمجرد رفعه عشان ما يبقاش الجودة بتاعته قليلة والناس تشوف ان الفيديو جودته قليلة ومش حيبقوا فاهمين ايه السبب بعد ما بيخلص طبعا بياخد شوية وقت هو بيعد هنا كده انت ممكن تعمل اغلاق على دي تمام وبعد كده تدخل هنا داخل المحتوى هتلاقي ان الفيديو بدأ يترفع هنا تمام طبعا انا ظهر فيديوهات في الاول عشان انا عمل جيه فيديوهات مجدولة لما بتضغط عليه هنا كده بتبدأ بقى تدخل في الاعدادات وهو جاري المعالجة انت تعرف تشتغل على الكلام ده وما فيش مشكلة في موضوع المعالجة بتاعت الفيديو طيب دلوقتي انا المفروض في الوصف المفروض اعمل ايه اول حاجة في العنوان خلينا نشوف العنوان في البداية انت دلوقتي زي ما قلنا في تحضير المحتوى انت بتعمل دلوقتي انا بتكلم على ال cpm والrpm طيب يبقى ندخل على اليوتيوب من هنا كده وتشوف هل ده موجود ولا مش موجود طيب ال cpm الشحن البري حاجة طبعا ما لاش علاقة خالص باللي احنا بنعمله طيب يبقى نكتب احنا هنا كده طبعا جاب لنا حاجات خاصة بالادارة rpm لليوتيوب طبعا كتبتها غلط طيب هنا كتب لك حصريا شرح ال rpm وكيفية معرفة المشاهدات التي تحقق الارباح الفيديو ده خمس تلاف وخمسمية مشاهدة واللايكس عليه مية في المية طبعا الارقام دي بتجيلي ازاي انا منزل اضافتين تعلمناهم في الفيديوهات دي لو انت عندك على الكمبيوتر فيد اي كي ويتيوب بادي طيب لو انت عندك على الموبايل هتنزل الاضافات دي وحتدور داخل الابليكيشن لكن مش هابع عندك امكانية انت تشوف اللي انا شايفه دلوقتي والاحصاءات اللي احنا شايفنا هنا طيب هنلاقي بقى هنا مجموعة من الفيديوهات اللي المفروض ان هي جايبة مشاهدات كويسة تمام وبتطلع في الاول ازاي تحسب ارباح اليوتيوب طبعا ارباح اليوتيوب كيف تحسب كم دولار ليه دخلت هنا لان هي فعلا بتتحكم في ارباح اليوتيوب فتبدأ هنا تفكر ايه افضل عنوان ممكن تحطه بناء على اللي موجوده قدامك خلي بالك ان الفيديو اي كيو ميديك طوة الكلمات دي ان هي خمسين في المية والكمبيوتر بتاعتها التنافس عليها قليل والحجم بتاعها الى حد ما كويس تمام فاحنا بناء علينا قدر نعرف ده وكمان بيقولك اكتر قنوات بتستخدم الكلمة دي او الكلمات اللي انت دورت عليها هنا هي القنوات دي لو انت لقيت ان القنوات دي فعلا في المجال بتاعك فانت كده ماشي صح وانت فعلا بتدور بشكل صحيح ودي طبعا ميزة ان انت شغال على الكمبيوتر لان لو على الموبايل مش هتلاقي الموضوع ده كده الموبايل مش هتلاقي الاضافات دي لكن هتلاقي داخل الاستوديو بتاعك ان القنوات المشابهة بتاعتك او المنافسة موجودة هتعرف ده ازاي معلش خلينا نوضح الحتة دي لو دخلنا على الاستوديو هنا كده تمام ودخلنا على الاحصاءات ودخلنا على الاحصاءات وبعد كده دخلنا على الجمهور هتلاقي ان هنا في قنوات الناس اللي عندك بيتفرجوا على القنوات دي تقدر تعرف ان القنوات دي قنوات منافسة لك وان القنوات دي هي برضو نفس القنوات اللي موجودة هنا بنفس الطريقة لو انت ما عندكش الاضافة دي ده طبعا داخل ستوديو اليوتيوب طيب دلوقتي الكلمة دي الى حد ما خمسين في المية تعتبر كويسة فانا ممكن اكتب هنا في العنوان بتاعي ايه اقول طبعا انا عندي اه زي صيغة كده معينة بكتبها لكل فيديوهات الكورس فانا هعمل بنفس الطريقة انا واركه بالزبط انا بعمل ايه خطوة خطوة عشان الموضوع لو في حاجة مش واضحة انا بحط دي كده وبكتب سيليوتيوب وبعدين بكتب هنا ما هو تمام انا شايف ان الانوان ده مناسب انا بلعب على كلمة سي بي ام وار بي ام والارباح ارباحك على اليوتيوب طيب في مشكلة بتواجهني هنا لما بكتب الرقم بالعربي مثلا انا الفيديو ده رقم خمسة واربعين بكتبه بيطلع بالانجليزي طيب انا عندي موقع هنا هحاول اسيب لينك الموقع ده في سندوق الوصف لو او افنا هنا كده على الموقع ده الموقع ده بيخليك تقدر تكتب في الاماكن اللي ما ينفعش تكتب فيها عربي يعني مثلا انا هكتب هنا خمسة واربعين وبعد كده اقول له اضغط على اللانجوش وقول له عربي وبعد كده اقول له معالجة النص يكتب هالي خمسة واربعين اخدها كوبي تاني وارجع حطها هنا يعني انا حابب ان الحاجة كلها شكلها تكون عربي ونقدر نعمل حفظ في اي وقت سي اليوتيوب ده طبعا انا كتبت ونروح على الفيديو بتاعنا ونحطها هنا نسخ انا بحب ان الفيديو يكون كله بالعربي يعني الحاجة الكتابة كلها بالعربي سي اليوتيوب ما هو السي بي ام والار بي ام وكيف تؤثر على ارباحك على ارباحك في اليوتيوب طيب ايه الكلمات بقى اللي انا هستهدفها هنا انا هستهدف اسمنete ان وهستهدف السبي ام والار بي ام طيب لو انا حعمل دول حاجه بقى هنا في الوصف واكتب بقى كلمتين لو انت مش عارف تقدر تدور بنفس العنوان ده كده يعني تاخد العنوان ده كده كويس وبعدين تروح على جوجل وتروح حطه تمام وتبدأ تشوف مثلا اليوتيوب نفسه متكلم عنها اليوتيوب نفسه ايه هي ايه السي بي ام تكون عادة قيمة الار بي ام اقل من قيمة السي بي ام لان مقياس الار بي ام يتم احتسابه بعد احتساب حصة ارباح اليوتيوب تمام لو دي كده كويسة وشايفها جملة كويسة ممكن تاخدها ومفيش مشكلة اليوتيوب مش هيقولك انت واخد من عندي بالعكس انت حاطت كده ما الفرق بين السي بي ام والار بي ام ممكن تاخد دي كده كوبي وتنسخى عندك طيب بلاش اليوتيوب خلينا نشوف حاجة تانية وتعدل عليها تعديل بسيط خالص الاعائد لكل الف ظهور مثلا خلي بالك انت بتاخد كلمات من صفحات خلي بالك انت بتاخد كلمات من مواقع الظهرة في الصفحة الاولى في جوجل يعني انت لك فرصة ان انت تظهر كمان في جوجل تمام تكت حط هنا كده تضغط كم انتر عشان تنزل تحت وبعد انت تحط هنا تمام وتبدأ بقى تعدل تشوف انت محتاج تعدل ايه الاربي ام تعني العائد لكل الف ظهور لذا فان الاربي ام الصفحة هي ارادات الاربي ام نشيل صفحة دي هي ارادات تقديرية يمكن تولدها عن طريق تقديم الف ظهور اعلان مشاهدة الصفحة يبقى هنا مشاهدة الفيديو مش الصفحة لان هو بيتكلم على موقع يتم حسابها بقسمة ارباحك المقدرة على عدد مرات مشاهدة الفيديو مشاهدة الاعلان سوري ثم ضربها في الف تمام ده الاربي ام تمام وممكن انت بقى تكتب من عندك انت انا عن نفسي لو انا هعمل مش هعمل كده انا هعمل ازاي هقول الكثير الكثير تمام يعني حاجة بسيطة كده عشان وقت الفيديو لكن هنا مثلا انه هقول حطيت العنوان ده كده لازم يكون اول وشيق طبعا انا هشيل الكلام ده انا بس بوريك ممكن تنسخ ازاي انا مش هعمل كده تمام الكثير من اليوتيوبر لا يعرف الفرق بين السي بي ام والاربي ام ولكن هناك فرق كبير بينهم ولابد ان تعرفه ولابد ان تعرفه وايضا سنتعرف في هذا الفيديو كيف ترفع من هذه القيمة في قناتك لانها اهم عامل في ارباح اليوتيوب شوف انا استهدفت الكلمة دي والكلمة دي واستهدفت ارباح اليوتيوب الكلام ده بقى يتكرر معايا تاني بقى ابدأ اقول مثلا السي بي ام هو كذا 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 والاربي ام هو كذا 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 وبعد كده اهم عامل من عوامل ارباح اليوتيوب كذا 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 وها كذا عشان وقت الفيديو انا مش حادر اقول كل حاجة لكن دي الطريقة اللي بنستخدم بيها الموضوع عملنا عنوان في كلمات معينة طيب انا كتبت العنوان في مكان غلط بس يعني ما علينا هتحطه هنا تمام وتبدأ بقى احنا عملنا العنوان صح وبعد كده عملنا الوصف المفروض يكون 3-4 سطور 5 سطور بعد كده لو عايزت تحط لينكات خاصة بالفيديو بعد كده تحط وسائل بعد كده تحط وسائل التواصل الاجتماعي تحت بتاعتك وبعد كده تحط الهاشتاج الخاص بالموضوع انا هكتب هنا هخلي واحد cpm وهخلي واحد تاني rpm وهخلي واحد يوتيوبيات تمام كده انت خلصت دي كده بعد كده نبدأ بقى ننزل الكلمات المفتاحية تمام طبعا الصورة المصغرة المفروض تكون عملتها ومفروض ان احنا اتعلمنا نعمل الصورة المصغرة ازاي فما فيش مشكلة بعد كده بتعمل تضغط هنا وبعد كده تحمل الصورة المصغرة الخاصة بيك تمام وبعد كده هنا طبعا لازم تكون مفاعل القناة برقم الهاتف لان مش هسمح لك بالخيار ده لو انت مش مفاعل القناة برقم الهاتف بتاعك او مؤكد ملكيتها بعد كده بضغط هنا على الاختيار لو انا في قيمة تشغيل وطبعا الفيديو ده موجود من فيديوهات الكورس فانا هضغط على تم تمام مخصص للاطفال ولا غير مخصص انا هقول لا لا الفيديو ليس مخصص للاطفال بعد كده اعلان ترويجي انا هسيب الكلام ده مش هعمل في حاجة نوصل هنا للكلمات المفتاحية طب لو مش ظهرة عندك لو بصيت هنا وعرض خيارات اقل المفروض انت تعرض خيارات اكتر بالشكل ده مزيد من الخيارات تمام وتبدأ تحط الكلمات المفتاحية اول حاجات لازم تعملها طبعا هو هنا بيقترح لك بعض الكلمات لو انت مشتري الادوات دي زي ما انا عامل لو انت مش مشتريها بيديك تلات كلمات بس عشان يقترحها تقدر انت تدخل على اي اداة من دول كده وتدور وكل مرة تاخد تلات كلمات وبعد كده هتحطهم تاني نفس الكلام ده كنا شرحناه عن طريق تطبيق تعرف تعمل ده بشكل صح طيب انا هكتب هنا انا سي بي ام انتر ار بي ام انتر بعد كده سي تي ار انا كنت برضو شريحها في الفيديو انتر تمام سي بي سي انتر بعد كده احط هنا ارباح اليوتيوب طيب هل في سي تي هل في سي بي ام بالعربي ممكن نجرب تمام وممكن ار بي ام هنا بيديك القوة بتاعت الكلمات دي بناء على انت بتقدر تعرف هنا انت وصل لفين انا كده ستة وتلاتين من خمسين الى حد ما ماشي كويس كم الربح خلي بالك انا ما استخدنتش اي ادواته عشان اجيب الكلمات انا عارف الكلمات بتاعتي تمام فانا بدور بنفسي وبجيب بنفسي تمام هنا بقى بيبدأ هو يقترح لك طبعا زي ما قلت لك لو انت مشتري الادوات دي بيبدأ يقترح لك طب انت مش عارف تلاقي حاجة مناسبة بتدخل على البحس هنا وتكتب كم ربح الالفة مشاهدة تمام وتشوفه هو يكمل معك ازاي لو كتبت هنا عالف مشاهدة في العراق مشاهدة في المغرب بقى حسب انت بتستهدف ايه في الفيديو كم ربح اليوتيوب تمام لو سبت ربح بس هتلاقي في حاجات هنا كتير موجودة تبدأ انت تشوف ايه المناسب يعني انا مثلا هنا ما كتبتش كم ربح اليوتيوب طبعا الكلمات المفتحية يكون الاقوى في الاقل الاقوى في الاقل ليه لانه هو بيصنفها كده شوفو وصلنا الاربع وستين في المية من خمسين احنا كده قريبين جدا السيو بتاع الفيديو اصبح جيد جدا طبعا هنا ممكن يقترح لك بعض الحاجات سواء هي صحة او غلط بالنسبة لادات انا بستهدم الاتنين مع بعض بصراحة وانا كنت نصحتكم ما تستخدمهمش مع بعض بس انا افضل ان انا استخدمهم مع بعض الربح من الانترنت المبتديين مثلا بعد كده الحاجات اللي هي ملاش علاقة قوية قوي بس ايه عليها بحس بتبدأ انت تدعم الكلام ده لحد ما توصل لخمسمية حرف وتكمل الحروف عندك هنا في الفيديو انا لسه عندي عدد لسه موجود وده شيء كويس جدا ان احنا وصلنا للمرحلة دي انا كده اعملت الفيديو بتاعي اعملت الكلمات المفتاحية اعملت الوصف اعملت العنوان بضغط على حفظ وطبعا باقي الحاجات باقي المهمة اللي هي برضو المفروض بتدعم السيو ان انا اجي هنا واضغط على شاشة النهاية ومن شاشة النهاية هنا باضغط على اي شكل من دول انا شايفه مناسب تمام ومن هنا انا سايب السلسلة لو انا عايز اضيف سلسلة اقدر لو قفت هنا بقدر اضغط على الفيديو اللي بعده انا دايما بعمل كده طبعا انت تشوف انسب فيديو او تسيب الفيديو ده لليوتيوب نفسه يا اما احدث فيديو تم تحميله او الافضل للمشاهد ممكن تخليه الافضل للمشاهد وتضغط حفظ دي كده شاشة النهاية طيب لو انت عايز تحط البطاقات طبعا انا لازم احط البطاقات لان انا بحط بطاقة السلسلة كاملة بضغط هنا على قيمة تشغيل وبعد كده بضيف سلسلة كاملة بحيس ان انا بتكلم عليها في الفيديو فتطلع فيبقى موجودة هنا وابدأ اشوف انا اتكلمت امتى على السلسلة دي تمام وابدأ احطها بالشكل ده وبعدين بضغط حفظه طبعا اي قيمة بتفتحها لازم تضغط على اللون الازرق وتضغط وتعمل حفظ تمام هنا مستوى العرض هتخليه خاص لو انت عايز تعمله مجدول بقى تبقى تعمله مجدول انا هعمل الكلام ده مجدول بس انا عندي فيديوهات تانية لازالت اه فيديو زي ده مثلا انا ممكن اعمله مجدول بس عندي فيديوهات تانية لازالت موجودة كده انا عملت كل حاجة خاصة بالموضوع باقي بس الصورة المصغرة لما تتعامل تكون جاهزة ارفعها وطبعا يتعامل جدولة للفيديو ترفع الفيديو بتاعك ان شاء الله بإذن الله هيكون السيو بتاعه كويس جدا اتوقع ان هو مش هيجيب لي قوة السيو هنا لان الفيديو ده خاص الفيديو ايكيو مديني 65% التيوب بادي مديني 65% الفيديو ايكيو ممكن يديني اكتر بس هو مش واضح بالنسبة لي دلوقتي دي الخطوات اللي انت بتعملها لو انت على الكمبيوتر لو انت على الموبايل نفس الموضوع لكن مش هتقدر تقرى الارقام دي انت بقى بنفسك هتبدأ تشوف قوة الكلمات زي ما شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت وتبدأ تاخدها نسخ في المكان الخاص بيها نفس المكان ده بالزبط لحد ما تكمل الخمسمية حرف اللي المفروض تستخدمهم وبالتالي كده انت زبطت العنوان وزبط الوصف وزبطت الكلمات المفتاحية وزبطت كمان التاجز كده معظم الحاجات الخاصة بالسيو طيب بعد ما عملت كده المفروض تعمل ايه المفروض بقى تبدأ تنشر الفيديو بتاعك زي ما قلنا على وسائل التوصل الاجتماعي ازاي قلنا لو انت ضغطت على علامة الشير هنا كده هتلاقي وسائل تواصل اجتماعي كتير جدا لازم يكون عندك حساب في كل دول تبدأ تنشر في كل واحد فيهم وبالتالي قوة الفيديو بتاعتك بتزيد لان اليوتيوب بيشوف ان لينك الفيديو ده موجود في اكتر من موقع انترناشنال مواقع عالمية وبالتالي بيبدأ يرفعه شوية في نتائج البحث وبيبدأ يرشحه الناس تانية ولو لاحظت هنا هتلاقي ان هو مثلا بيبدأ هنا لو الفيديو ده طالع بيبدأ يقترح فيديوهات من قناتي زي فيديو زي ده كده فيديو زي ده عشان كده قولنا قوة الصورة المصغرة ان انت تعملها تكون شكلها لها طابع مميز بحيث ان لو في واحد عجب الفيديو بتاعك بمجرد ما بيبص هنا بيعرف ان الفيديو ده خاص بالقناة بتاعتك وبالتالي انت بتستفيد الاستفادة الكبرى من انت فيديو بتاعك يتسوق في اماكن كتيرة اتمنى يكون الفيديو واضح واتمنى فعلا ان اشوف تفاعل ليكم في التعليقات على ان الفيديو ده اول مرة اعمل فيديو مفصل بالشكل ده ولو في حاجة نقصة يريد تقولولي في التعليقات